اشتركوا في القناة يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا اعمال القمة العربية الاوروبية التي تستضيفها مدينة الشرم الشيخ ومن المقرر ان تضم القمة اضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والاوروبي على المستوى الرئاسي وسيطرحون على بساط دقاش تحديات التي تواجه طرفين وفي مقدمتها الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذلك ملفات النزاعات والقضية الفلسطينية اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبدالغفار ان مصر تمتلك برنامجا متميزا للقضاء يعمل به كوادر مصرية ناجحة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبدالغفار اليوم للكشف عن تفاصيل نجاح اطلاق القمر الصناعي المصري ايجبسات لاغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد وخدمة قطاعات تنمية بالدولة الى جانب استضافة مصر لوكالة الفضاء الافريقية والتي قرها المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في الثامن من فبراير الجاري اكد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر من اكبر الدول في افريقيا المؤهلة المؤهلة لدخول لمنظومة الربط العالمي للقهرباء واضف شاكر خلال اجتماع لجنة طاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت سويدي ان هناك مشاورات جدية حاليا تجرى مع كبرس لانشاء خط بين نيقوسيا والقاهرة على مرحلتين بمائة ميجاوت ومتوقع ان يتم زيادتها اصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارات جمهورية بتعيين ستة وزراء اتحاديين وثمانية عشر واليا ينتمون الى الجيش والشرطة والامن لتسيير عمل حكومة وعف البشير مجلس الوزراء ولولا من مناصبهم في خطاب له بالقصر الجمهوري مساء الجمعة فيما يبقى على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة ابرزهم الدفاع العدل الخارجية مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية ودوان الحكم المحلية يختتم الزمالك بقيادة السوسري كريستيان جروس اليوم استعداداته لمواجهة بترو اتليتكو الانجولية غدا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية وهذا ويؤدي زمالك تمرينه الاخير اليوم على بلعبه ثم يتجه الى الاسكندرية لدخول معصقر مغلق استعدادا للمواجهة وسيستقر الجروس من خلال تمرين اليوم على تشكيل الاساسي للفريق من اجل رسم سيناريو المباراة انتهى الموجزة شكرا لحسن المتابعة اشتركوا في القناة